قمم السودة يعني مشروع كبير وضخم وفاخر في أعلى قمة في السعودية كيف سينعكس على المنطقة وأهل المنطقة بداية؟ أنا أعتقد أنه سيكون لها أثر كبير جدا اليوم بإطلاق سمو سيدي ولي العهد مشروع قمة السودة في منطقة تعتبر مميزة في أعلى قمة جبلية في المملكة العربية السعودية في منطقة غنية بموروط التراثي والثقافي والطبيعي هذه كلها سيكون لها أثر بشكل كبير جدا اليوم نتحدث عن ألاف الفرص الوظيفية اللي راح يتم خلقها بشكل مباشر وغير مباشر راح يكون فيه تنوع في الخدمات المقدمة حتى في الأثر الاجتماعي الموجود على المجتمعات المحلية في المنطقة طيب إلى أي درجة المنطقة حاليا فيها المؤهلات ولا هي قادرة أنها تشيل مشروع بهذا الحجم؟ أولا هو جزء للتطوير راح يكون جزء من المنطقة ليس في منطقة عسير كلها في قمة السودة وجزء من الرجال المح وجزء من مشروع السودة الكبير أيضا أكيد منطقة كلها اليوم منطقة عسير تعتبر منطقة مميزة جدا هي أول منطقة في المملكة العربية والسعودية اعتمد سمو سيدي استراتيجية تنميتها كذلك في تطوير هذه المنطقة المميزة في قمة السودة وجزء من الرجال المع الغنية بالتراث والثقافة والموروث الطبيعي كذلك هذا التطوير اللي راح يتم على مساحة أكثر من 627 كيلو متر مربع والجميل أختي فاطمة في الموضوع هذا أنه راح يتم تطوير واحد بالمئة فقط ذلك من انطراق حرص المملكة واحد بالمئة فقط من مشروع كلمة السودة ملسة 127 كيلو متر فقط واحد بالمئة التي تم تطويرها حفاظا على الطبيعة وليس فقط مستوى الحفاظ اليوم لدينا رؤية كبيرة جدا في التنوع ومبادرة السعودية الخضراء بل في تنمية المناطق الخضراء اللي موجودة في 6 مناطق رئيسية راح يكون لها إن شاء الله تجربة سياحية مميزة بالثقافة الجنوبية الرائعة